موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى بركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة قناة الحياة التي ننادي بها جميعا لكل الناس وفي كل ناحية وفي كل لحظة من لحظات حياتنا نسأل الله أن تكون جمعة مباركة طيبة عليكم جميعا طبتم وطاب ممشاكم وطابت حياتكم وتبوأتم من الجنة منزلا الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات إلى الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى يوم عيد بالنسبة لمصر جميعا وأنا الحقيقة يعني بصراحة أنا في منتهى السعادة وفي منتهى الفرحة وفي منتهى البهجة بفضل الله سبحانه وتعالى لأنه الحمد لله الحمد لله رب العالمين إلى الآن إلى الآن وأثبت الشعب المصري إعلان واضح المعالم إعلان واضح المعالم إلى أن هذا الشعب لا يرحب ولا ينضم ولا يؤيد ولا يشجع هذه الحسالة التي تحاول إفساد أمن هذا الوطن هذه المشراظم التي لا يمكن أبدا أن تستطيع أن تنال من أمن هذا الشعب ومن وحدته بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرمه وبعطائه ومنه وجوده أولا بس قبل ما نتكلم أنا كسبت الرهان كان فيه رهان مبارح قلته على الهواء قلت لهم يا جماعة يا جماعة ده كلام دول شوية عيال بيلعبه على النت عيال صغيرة أنتوا كبرتم المسألة ضخمتم من مسألة قلت الكلام ده في أكتر من مكان قلت في ترزون المصري قلت مع الأستاذ محمود سعد قلت في خناة الحياة قلت في كل مكان يا جماعة أنتوا بتضخموا الموضوع بكرة مش هيحصل حاجة طبعا أنا كنت شايف بعض الزملاء وبعض الإعلاميين اللي أفواروا شوي وأنا شكيت مبارح من الموضوع ده وقلت لكم قلت لكم يا جماعة إحنا كمصريين مشهورين بالأفوارة مشهورين بنخلم الحبة قبة ومن القبة شيخ ومن الشيخ ضريح ومن الضريح ندر ومن الندر ليلة ومن الليلة إحنا كده إحنا زي ما يقولوا كده يعني بننسب يعني مش عارف أتكلم عاوز أقول لكم إحنا بنبالغ زيادة عن اللزوم في كل حاجة بنبالغ اتنين بيتخاروا مع بعض وقلت لك دي مدحة الجو هيطري شوية كده وقلت تلج الدنيا حارة شوية كده وقلت لك إيه نار حر نار تلج والكلام ده بنعمله حتى في مباراة كرة القدم هيا واخد بحضرتك وتسمعوا انتقعد كده في الناس والمصحف فاول واللي قولوا علي طلاق من الكرة دي اه بيلن واللي قول لك على كده وانت اسمعك اسمع ناس اسمع مصريين قاعدين بيتفرجوا على ماتش الكرة انت حتسمع الأفوارة عيني عينك وشي كده صحيح لدرجة انه هما في قناة الخنزيرة علشان يقدروا يجذبوا ما قدروش يجيبوا إلا مصريين من الضلين اللي عندهم دول بيأفواروا النهاردة انا مش عارف الناس دي باقي يعني قناة الخنزيرة دي المفروض انه هما يولعوا في نفسيهم والله لو عندهم لو عندهم دم بس أنا هذا الكلام انا شكك فيه يعني معلش انا اسف سامحني يا رب ان انا قلت ان عندهم دم فانا عاوز اقول لحضرتك انه لو كان في وهم يعني ولا عيزوا بالله ولا عيزوا بالله ربنا يكفيهم الشر لو عندهم دم يكفيهم مرشان لربنا لو عندهم دم المفروض انهم يولعوا في نفسيهم لانه طبعا ايه النهاردة جايبين لك ايه عارف زقين خلاص بقى النهاية بقى انك جايبين صور من حاجات قديمة من مقاق علشان يحاول انه ينقل صورة للعالم انه لقد خرج الشعب عن بكرة ابيه لقد خرج الشعب منطفدا وسائرا جمعة الموت جمعة الجمعة السوداء الجمعة الحمراء الجمعة الخضراء لا يا حبيبي بح الكلام ده انتهى بح القفى الاولاني دوت اللي اتخدنا فيه على اخوانا ده كان قفى على غفلة خلاص كل ناس تعبنا الدرس كل واحد عرف درسه انا عاوز اقول لكم ايه يعني الناس دول قصوم الكداب فيه نوع من الكدابين كداب مؤدب وكداب وكداب بجح ده دول كدابين ببجاحة دي ناس عندها حالة حالة من حالات البجاحة والحمد لله ان انكشفوا عشان ما يجيش حاد بقولك ايه يعني انت بقولك لو شفت حتتفتص من الضحك ناس مغيبة كانهم في كوكب تاني كانهم بينقلوا من كوكب زحل انه الناس والمصريين والمظاهرات ويجيب لك تلاتة واربعين واحدة مغيبة من المغسول دماغهم دول ماشية في كفرة بوتشت في مجاهل مجاهل العالم الارضي وماشيين بيجروا كده وبتاع بقولك اتفرج وشوف وبتاع هو ده 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 شعب مصر مهو لازم بقى فيه مغيبين لازم عندنا مغسول الدماغ لازم عندنا مبتور الاسبع عارف مبتور الصباع لازم بقى فستينا ناس من مبتور الاسبع الربعويين المغيبين ملازم لازم تلقى هذا الكلام يعني موشيط طبيعي عددهم 15 هنا وعيشين في الكفر ده هو وخمسة في الكفر ده دك هما كلام كلام منطقي لازم تلقى والكلام ده برضو قلتهم بارح بفضل الله قلت هتسمعكم بلا هنا حدث اغتيال فردي هناك خمسة ستة طلعين ما الكلام ده وارد انما هو ده بقى شعب مصر اللي كانوا هو الاعلام عمال يدي ومواقع النت انا بقى برضو حتة الاعلام ديت عندنا محتاجة اعادة تقييم هل ده توجه ولا ايه ده مش عارف طب لو كانت توجه ومحدش قال لي يعني ولا ولا انا مش بقعد على الشاشة ولا ايه مش فاهم يعني مش فاهم يعني هل 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 كل اعلامين دولة ضعاف او حاجة او مش واخدين بالهم اما عادين ينفخوا طول الفترة دية مكبرين شوية الشراز من الموجودة شوية عيال بتلعب على النت يعملوا فيك وكده يعني الكسوف والله العظيم انا ماكسف لكم شوية عيال بتلعب على النت 13-14 سنة انا عاوز اقول لكم بالاخر كده شوية عيال بتلعب فتصنم يندحك عليكم يخلوا البلد كلها تشتعل وتتطرب ناس ثابت لصلاة الجمعة ناس ما صليتش الجمعة انا عاوز اقول لك ناس ما صليتش الجمعة في شيوخ نار ده كانت بتنش عاوز اقول لك في ناس خافت تصل لربنا لربنا علشان خايفة ولا وعموما رب ضر نافعة كل اللي قاعدوا في البيت او كل اللي ما نزلوش الشارع على الاقل وصلوا رسالة برضو الرسالة دي اللي وصلوها ان احنا مش مع الناس دي احنا يا شرطة يا جيش اتصرفوا مع اللي هينزل الشارع احنا مش معاهم احنا مش هنشارك في حاجة يعني على الاقل على الاقل الشعب المصري العظيم كعادته وده رسالة في منتهى الاهمية اده رسالة في منتهى اهمية ان يا نصابين مش هتلقوا حد في ظهركو يا نصابين مش هتقدروا تستغلوا الشعب المصري ابدا يا نصابين مش من حقكم من النهاردة النهاردة اعلان ان محدش من حقه يتكلم باسم شعب مصر لقى ان هو شعب مصر ساب لوكو الشوارع شعب مصر ساب لوكو المادين شعب مصر افل على نفسه لبقات شعب مصر ما شاركش في المسخرة اللي انتو كنتوا عاوزين تروجوها للناس كنتوا طبعا فاكرين الناس هتنزل زرافات واحدانا كنتوا طبعا فاكرين ان الناس هتأتي من كل حتة ومن كل مكان ومن الكفور والنجوع والحواري والشوارع والمادين والا ها كنتنتوا فاكرين كده حجمكم بان انا بس يعني خدوا بالكم اللي حصل ده احصاء حقيقي احنا في منتهى السعادة اسعادوا بجد النهاردة عيد ده النهاردة لازم اعيد للبلد عيد قومي كده المصر النهاردة حجمكم بان يعني لعل ده اعلان للجميع خدوا بالكم بس اعلان للجميع على حجم الناس دول ايه اظن والله العظيم انت لو نزلت الشوارع ما تصدق عينيك طبعا انا عاوز اقول لكم فاتكو نص عمركم يعني انا لفت النهاردة القاهرة انا عاوز اقول لفت القاهرة في دقائق معدودات شوارع نظيفة وفضية شوارع جميلة مصري جميلة مصري جميلة على رأي محمد طهر لا يرحب يعني شوارع جميلة وفضية وحاجة ايه ده ايه ده مفيش سريخي بن يومين زي ما بقول مثلا بدون بقى مبالغة المصريين انا مش ببالغ انا بقولك فعلا جميلة وايه بقى امن في كل صنط في كل حتة في كل على كل بندورة رصيف زي ما بقوله كده واقف اسد اسد من الجيش او من الشرطة اسد اسد نازل يبيع عمره علشان يفدي وطنه اعتقد ان ان النهاردة عقد مبيعة جديد لشعب من شعب مصر لجيش مصر ولشورطة مصر اعتقد ان النهاردة حصل نوع من انواع التفويد الجديد من الشعب لجيشه ولشورطته بحماية امنه وكلنا كنا متطمنين للغاية انا نزلت انا شفت بعيني قد ايه حالة يقظة وكماء وصود وقفة في كل مكان مفيش استعداد للهزار مفيش استعداد للتهريج معندهمش استعداد انهم يمزحوا في امن الوطن معندهمش استعداد لا لا شيء غريب شيء عجيب شيء مريع شيء مريح شيء رائع شيء النهاردة اللي حاصل ان بفضل الله سبحانه وتعالى يا جماعة شيء يوطمئن بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا الامان ومن الله وحده وانما اللي حاصل انا فعلا سعيد انا سعيد لان كل الخطوات اللي اتعاملت لصالح البلد ولصالح استقرار البلد ولصالح والصالح الصح ولصالح السواب تبين انه الناس دي احجامها مش بالهي صليت وعملينها تعالوا بقى نقفل الملف ده ونشوف شغلنا يعني مش حنلت ونعجل بقى النهاردة اعتقد انها نهاية ملف المبالغة ما قلتش نهاية المواجهة لا المواجهة حتستمر توقعوا عمليات ارهابية توقعوا قنابل توقعوا مجرمين توقعوا قتل واعتداء لا 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 انا مش بني من لا انا بقول انه في فرق ما بين سلوك الشعب والشرطة والجيش الشرطة والجيش انا مش بفصلهم عن بعضهم كلهم شعب بس بتكلم كاجهزة الشرطة والجيش كمؤسستين اي وقت هم جاهزين اي وقت لازم يكونوا متربسين اي وقت لازم يكونوا منتبهين اي وقت لازم ياخدوا التهديدات الهزار المزاح بجدية ده الكلام ده مش ليهم اليقظة ده حياتهم خلاص انتهت مفيش حاجة اسمها عدم يقظة انما انا بتكلم على الشعب مع اليقظة المريحة انا عاوز اقول لكم شوفوا شغلكوا بقى الناس دول شافوا شغلهم اهو الجيش شاف شغله والشرطة شافت شغله يا ترى انتم يا شعب حتشوفوا شغلكوا ولا لا يا ترى بقى حننتظم تاني حنشوف شغلنا تاني حنقدر حنعمل ده ولا لا الكرة في ملعبنا دلوقتي كمدنيين العسكريين شافوا شغلهم المدنيين اخبارهم ايه حتشوفوا شغلوكوا ولا لا حنقعد نحكي ونلت ونعجل وننقل على النت اخبار كذابة وحنبالغ في عددهم ما تسيبوهم في حالهم بقى لحد ما يرجعوننا تاني ما هو الاخوان المسلمين دولة ما هماش اسرائيليين مش اخوان اسرائيليين دول اخوان مصريين مش هسميهم مسلمين اخوان مصريين الاخوان المصريين دول مش هنرميهم في النيل مش هنرميهم في المحيط الهندي والبحر الاحمر لا 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 خالص واللي عاوز انه السجون اصلاحي انا ضد كلمة السجن تهزيب واصلاح السجن مش تهزيب واصلاح ما حدش خرج من السجن شفنا فيه تهزيب واصلاح اصلا لا احنا عاوزين يقول ان التهزيب والاصلاح الشعب تهزيب واصلاح ما فيش حاجة اسمها السجن تهزيب واصلاح الشعب تهزيب واصلاح الاخوان دول ما هنقول اخوان المصريين علشان ما اقولش الاخوان علشان ما دخلش بقى المسلمين الارهابيين الكافرين لا ماليش جعب القصة دي انا ماليش جعب قصة القانون وتطبيق القانون انا بتكلم على انهم مصريين خلاص فيهم حتة ناس اتلوحة دماغهم نقدر نلم بقى نقدر نشوف بقى سكتنا وعرفنا حجمهم ايه ما تبالغش بلاش يا شعب مصر تبالغ ارجوكم الافوارة مش لصالحكم ده اعدادهم اعداد ليست كبيرة بالمنظر اللي تم تسويقه لهذا الشعب وبعدين انتو تسعين مليون ايا كان عددهم عددهم حيكون ايه يعني ولا شيء العدد ده منهم جزئين اتنين ناس مسلمين وغلابة وقاعدين قفلين على بيوتهم موافقين مش موافقين على نظام الدولة هم حرين ده يخصوه انما في حالهم وفيهم ناس اللي قرروا ان هم يبقى ليهم نشاط ارهابي ضد الدولة دول قطع رقبة فكوا رقبة زي بيقولوا كده ما فيش هزار دولة هم دول اللي لا رحمة ولا هزار ولا مزاح ولا تفاوض خالص ده بالكلام بمنتهى الصراحة والوضوح فخلينا موضوعيين تعالوا للمجرح بعض تعالوا نحضن بعض تعالوا ان احنا نتعاون لبناء البلد ده احنا مش هنبقى اه يعني اه للأسف مش عاوزين نمدي ايدينا اكتر من كده بلاش في مساعدات انا اسف في مساعدات جايانا من دول عربية المساعدات اللي جايانا تحديدا من الامارات من السعودية من الكويت مش عاوزين يا جماعة لكفاية ده موضوع مهين ان احنا نفضل عايشين على المساعدات ده موضوع مهين تعالوا يا جماعة بقى نشوف الارهاب الحقيقي الارهاب الحقيقي ان احنا اه نستحلى الصدقة الارهاب الحقيقي ان احنا نفقد حماسنا للوطن الارهاب الحقيقي ان احنا نرضى بالامر الواقع ونستنى العرب يدونا مساعدات و انا عاوز اقول لكم كلام انتو الكل عارفوا البترول اللي احنا دلوقتي بنولع به المولدات وال وبينور لنا بيوتنا دلوقتي ده كله جاي منح عربية يا جماعة احنا في منتهى الخجل لازم نتكسف عارف شعور الحر شعور الحر انه لازم يتكسف لازم نتكسف احنا مش عاوزين بقى ايه تعطيل وخلاص الناس دي حجمها اتعرف هكل يوم حاسخد مننا شهداء على عيني وعلى رأسي خلاص كلنا عرضة لهذا انت عيشوا بقى الواقع لحد ما يتم تصفيت الكلاب المصعورة دي الكلاب المصعورة واللي مش بيمارسوا اي نشاط ارهابي ان شاء الله حيرجعوا لنا تاني بالتبطبة وبالحضن وبالاحترام فاهم حتمشي الامور انما بلاش نبالغ بلاش نأفور بعد كده خلاص يعني انا اعتقد ان النهاردة عيد يوضح او يحط النقط على الحروف النهاردة اتحطت النقط على الحروف اتعرف الحجم الحقيقي لدول اتنين اتعرف ان مش بلاش بقى نزود المسألة علشان شوية عيال قاعدين على النت عيال صغيرة صوية عيال قاعدين على النت ما فيش شغلة ولا مشغلة الامر التالت لازم تاخدوا بالكم يا اعلاميين ان انتو تهدوا شوية اهدوا شوية اعلاميين يا جماعة يا اعلاميين اهدوا شوية بلاش ان احنا نقعد ده احنا ده الوقت الاعلاميين الا من رحمة ربك انا مش بعمم الاعلاميين ده الوقت ما شاء الله ياما دخلين في جايبين حاجات خادشة للأداب العامة هشك بشك يعني ورأس وارضاف النساء مالة القنوات حاجة تكسف يا اما اعلاميين عمال يجيبوا جسس وناس متقطعة الكلام ده انتو مش عارفين تأثيره على الناس الغلابة يا اما جايبين ناس اه ما لهمش اصلا ناكرات والله العظيم في الحتة بتاعتهم اللي سكنين فيها غير ورب الكعبة في الاحياء اللي هما سكنين فيها ناكرات وجاي الناشط السياسي فلان والمقف كفاية بقى نشطين سياسيين ونشطين مهدبين مش عارفين نشطاء يا جماعة مش عارفين اعلان للجميع بطلوا نشطاء اوقفوا النشطاء يرحمكم رب السماء كفاية مش عارفين نشطاء ومش عارفين كل شوية التقاط شاب ضال ولا ابن ضال ونقدموا للناس انه عالم الشيخ فلان زي ما قدمتونا اطران ده اللي اسمه ميزو ده مصيبة سودة كفاية بقى كفاية بقى ما تعدوش جبنة كل اشكال عجيبة جدا يا جماعة الازهر مليان علماء وكفاية بقى اللي عملين تهاجمه في الازهر وعملين تهاجمه في الدين وعملين تهاجمه في السوابت يا جماعة فوقوا بقى البلد دلوقتي في حالة حرب تعالوا نرجع تاني نظبط اقاع البلد تاني الطبيب يرجع دكتور السياسي يرجع سياسي السياسي يرجع سياسي من خلال القنوات الشرعية والحزبية السياسية المعترف بيها النجار يرجع نجار الحداد يرجع حداد الاعلام يرجع اعلامي الداعية يرجع داعية يا جماعة يلا نرجع تاني بقى كل واحد بقى البلد محتاجانا كلنا مصر محتاجانا كلنا وعموما انا اعتقد ان التفاف الشعب حول جيشه وشرطته وقيام الجيش والشرطة بهذه الكفاءة اصلي خلاص عدة صلاة الجمعة اللي يحصل بالليل مش مهم ايه يحصل بالليل يعني التجمعات كلها كانت في صلاة الجمعة بس خلص تقص شوية بقى كده اتعرف خلاص فانعاوز اقول لكم الالتفاف اللي حصل بين الشرطة والجيش والشعب النهاردة اكبر استقبال اكبر يعني حالة استقبال وترحاب بالسيد الرئيس المشير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكبر استقبال ليه لما رجع بلده انه يلقى كل الشعب والجيش بهذه الحالة الهادئة اللهم ديم علينا نعمة وربنا ديم علينا نعمة وزي ما قلت لكم هنتوقع بعض العمليات الفردية الموتورة من مأجورين اللي ان شاء الله بإذن الله الدولة كفيلة بالوصول إليهم وبحماية الشعب ده الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الأمن خدوا بالكم نعمة الأمن النعمة الغالية النعمة الغالية قوي النعمة الأمن قبل الأكل نعمة الأمن قبل التوحيد قبل الدين نفسه هقولك على حاجة قبل الدين الخواف ما ينفعش يصلي ما هو أي واحد خاف ما عارفش حتى الناس كل اللي خاف ما قدرش حتى يصلي الجمعة الخواف ملهوش صلاة الخواف ملهوش عبادة الخواف ملهوش عمرة ولا حج مال الخواف ده على رأي سيدنا خالد بن الوليد بقولك والذي نفس بيده ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وضربت سيف إلا وطعنت خنجر إلا ورميت رمح وها أنا ذا أموت على سريل كما نامت كما تموت البعير فلا نامت أعين الجبناء الجبان ما بينامش سمعني الجبان ما ينامش الجبان ما يكلش الميعرفش حيأكل إزاي الخواف ما يعرفش يعبد ربنا ما يعرفش يعبد ربنا صحيح يعني كان واحد بيقول للشيخ يا مولانا أقول لي لو أنا بصلي وطلع علي أسد أكمل صلاتي أكمل صلاتي قال له طلع عليك إيه قال له أسد قال له شوف يا ابني لو لسه على وضوءك كمل صحيح لو أنت حضرتك لسه على وضوءك كمل إنما تقول لي أسد وعمل لي فيها ذكر وده بخلصة القصة خلاص الجبان حياته غير مستقر بصوا الخوف ده الخوف ده اللهم حفظنا يعني ربنا ما يخوفنا في بلدنا الخوف ده لعنة لعنة يعني أنا عاوز أقول لك لما سيدنا النبي عسامي يقول لك لو خوفت أخوك لو خوفت أخوك ولو أنت كنت بتهذر معاه أنت الملائكة العنك عارف عني الملائكة العنك يقوله صلى الله عليه وسلم من أشار لأخي الحديث البخاري ومسل من أشار لأخيه بحديدة من أشار لأخيه بإيه بحديدة من أشار لأخيه بحديدة ولو مازحا سمعيني حضراتكم ولو كان بيهذر معاه يعني الهزار التقيل ده وبرامج المقالب يهدي من أشار لأخيه بحديدة ولو مازحا لعنته الملائكة حتى يدع الملائكة بتلعانه تخال انت حضرتك لما تلاقي جبريل وميكايل وإسرفيل ومالك وردوان والخزنة والرقيب والعتيد والمالكة اللهم لعنك الخبر سود جبريل بيلعنك حملت العرش بيلعنوك ده الحديث كده من أشار لأخيه بحديدة ولو مازحا لعنته الملائكة ولو كان أخاه لأبيه وأمك سامع حتى لو اللي انت بتهذر معاه ده أخوك ابن أبوك وامك يسمعوا الحديث وأجر على الله ده مش محتاج شرح من أشار لأخيه بحديدة ولو مازحا ولو بتهذر ان انت بتهدده اوعى العحصان عوركم بالمصطر الحديد بالمصطر الحديد انتوا قاعدين في الفصل كده من أشار لأخيه بحديدة ولو مازحا ولو مازحا لعنته الملائكة ولو كان أخاه لأبيه وأمه سمعتوا عن نبي اسمه سيدنا إبراهيم عزيني طبعا سيدنا إبراهيم ده أبو الأنبياء عليه صلاة الله وسلامه ده انت بتصلي عليه في كل صلاة ده صلاتنا ما تنفعش إلا لما نصلي عليه اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى الله سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم اللهم وفي رواية والرواية الأصلية اللهم صلي على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم واضح سيدنا إبراهيم لما طلب الأمن طلب الأمن قبل إيه؟ قبل الآكل اسمعوني يا جماعة في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات جه أهله من الثمرات جات إمتى؟ إنه يكون آمنا الأول يبقى الأمن الأول وبعدين يتكلم في الأكل شوف في سورة إبراهيم ربنا بيذكر الدعاء دوت بصيغة أخرى أنا عاوز بس قبل ما أقول لك الصيغة الأخرى إيه أهم حاجة أهم عمل في الدين إيه؟ مش التوحيد مش التوحيد ده رأس كل خير التوحيد ده عمود الإسلام التوحيد ده أصل الإسلام هي كلمة خير ما قلت أنا والنبينا من قبل إلا إلها يبقى إذن أكبر حرب الإسلام بيشنها على عبادة الأصناع اسمع يا سيدي اسمع يا سيدي وتأمل يا محترم صلي بينا الأول على رسول الله عليه الصلاة والسلام هل صليت على النبي اليوم؟ أهمال نصلي على النبي أهمال مش هيكرهونا في صلاة النبي ومش هيكرهونا في القرآن وحنشيل القرآن وحنقرها المهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بتاعة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا بتاعة سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبود الأصناع هو ده القرآن العظيم وجنبني وبني أن نعبود الأصناع يعني سيدنا إبراهيم طلب الأمن قبل ترك عبادة الأصناع ممكن قرآن حظيم طلب الأمن قبل عبادة الأصنام قبل ترك عبادة الأصنام طلب الأمن قبل الأكل سيدنا إبراهيم لدرجة أن سيدنا إبراهيم كمان عشان تبقوا عارفين بيقولها كده صراحة بقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جه الأمن قبل الهداية الأمن قبل الأكل الأمن قبل التوحيد أقول لكم إيه ربنا يأمن بلادنا ويأمنكم فاصلوا ونواصل إبقوا معنا ورجعنا لكم مرة ثانية وناخد دليفوناتكم ومعنا الحجة فاطمة من إسكندرية أهلا بيك يا حجة فاطمة أهلا بيك أهلا يا أجدع واحد في الدنيا بني استورك وحفظ ربنا يكرمك ويعافيك يعني أنا مش عارفة أقول لك أولا كلامك بيدينا عمل جامد خد بالك انت شخصية محترمة وأنا بحترمك جدا ومن زمان الله يبارك لك ويديك الصحة ويجعل كل اللي أنت بتعمله في ميزان حسنين إنت والمشاهدين يا رب اللهم أمين ويديك الصحة ويكرمك ويدعي كده للبلد ويدعي للمصريين زي ما بتقول أيوة أدعى للمصريين أدعى للمصريين وأحنا حاجة أولتها أنهم أخوان مصريين وهيجوا ربنا يهيد الجنة يا رب هيدوننا تاني إن شاء الله ويكرمك يا رب وفصحتك وعافيتك تسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني الحقيقة رسالة تحية أشكرها عليها الأختنا فاطمة لكن إحنا عاوزين بقى الخطاب اللي يجمع ما يفرقش اللي يجبر ما يكسرش اللي يدعم ما يضعفش اللي يعالج ما يجرحش خلاص بقى خلونا بقى إيه نجمع بعض كده ونسيب الناس اللي بيكلموا كلام مش كويس إحنا مناش دعوا بيهم مش عاوزين بعد كده نبالغ وعاوزين الكلام يبقى في المدار الحقيقي بتاعه فأنا عاوز أكملكوا الحتة بتاعت الأمن دي مهمة جدا قوي الأمن غايته مهمة في إيه لأنه هو من النعم اللي ما تحسش بيها إلا لما تفقدها يعني إيه خدوا بالكم أنا قلت لكم أن أنا سنة 2002 اعتقلت أنا ده حصل ده أنا مش بكلم كده كلام لا أنا اعتقلت سنة 2002 تمام عدتلي بتاع أسبوع كده ألفه أنا وشيفه على قلبك يعني المهم طبعا إيه في غواصة تحت الأرض في مكان ما المهم من غير سبب وخرجت من غير سبب وحكاية غريبة تشكله والدحك يعني إنما داخل الزنزانة الانفراضية دي ربنا يكفيكم الشر أنا كنت وحشني الأسفلت شوف الأسفلت اللي أنت بتمشي عليه ده العادي ده وحشني الشمس وحشتني الصوت الناس الحركة بتاعت العربيات التلوث شوف التلوث شوف الشكمان بتاعت العربيات ده كل حاجة وحشتنا حاجة مش ممكن يعني حنين غريب علشان كده اللي بيختار إنه يغرب ويسيب مصر هو غلطان لإنه حيتقل لسجن تاني مهما كان خدوا بالكم مهما كانت الخضرة والطبيعة وال وال الكل اللي هربوا وصابوا مصر وبيشتموا مصر بره مصر حيندموا وهم لو سمعين دلوقتي عارفين قد إيه بعياته بيبكوا يا جماعة في حاجة مرض كده اسمه الهوم سيكنس الهوم سيكنس ده يعني حنين الوطن بيموتك ده بيقتلك بيقتلك أنا عارف زي ما فعلا الشعر بيقول الوطني لو شغلته بالخلد عنه نزعتني إليه في الخلد نفسي الوطن ده حاجة جميلة قوي عشان إيه انت مش هتقدر تجردني من انتمائي وحنيني لبلدي اهربوا زي ما انتوا عزين عيش في أوروبا عيش في أمريكا عيش في أي دولة انت ممكن تتخيله هيبقى عندك كل شيء ممكن تتخيله شوف مهما كان هترجع تاني هترجع تاني back to square one هترجع تاني انت هتلاقي نفسك هتموت علشان تشوف تراب تشم ريحة تراب بلدك فمندوم النعم اللي احنا ما بنحسش بيها إلا لما بنفقدها الأمن الأمن ده نعمة كبيرة قوي عشان كده ربنا لما بيجي مننا على نعمة من النعم حد معنا مجدي طيب ما عليش عابير خليك معانا ثانية واحدة فخدوا بالكو بس ربنا بيقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة آمنة بص بص النعمة بتاعت ربنا ركز بس في الآية دي علشان بعدها ناخد نتكلم مع عابير وبعد كده نكمل الآية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ما قالش بالله قال فكفرت بأنعم الله كفرت بأنعم الله استهتروا بالنعمة اللي عندهم استهتروا بالنعمة اللي عندهم فعحصل إيه بقى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما أظن بقى كلكم نظر بايه بما كانوا يصنعون حنشرح ونعيدها تاني ونقولها تاني ونركز تاني وناخد اختنا بنتنا عابير أهلا يا عابير أستاذ عابير أيها السلام عليكم إزاي حضرتك في خالد عليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته أنا كنت عايزة أسأل حضرتك تحديدا في حكاية تنقية مناهج الأذر لأن الموضوع ده من لغباتنا جدا يعني فيه من يومين ثلاثة قريت مقال في اليوم السابع إن فيه حاجات غريبة في مناهج الأذر زي مثلا إن المسلم لو كان هيموت من الجوع مثلا أو في مكان في صحرة إنه ممكن يحقله إنه يقتل إنتا دمي أو كافر علشان يأكله علشان يأكل لحمه فيه حاجات غريبة كده أنا مش عارفة يعني رأي حضرتك فيها المفروض فيه علماء يطلعوا ويوضحوا الحاجات دي لأنها لم نسمحها بنتلع بك حاضر فيه حاجات تانية مثلا زي برنامج إسلام بحيري على القاهرة والناس من غير ذكري بس أسماء أنا مش عارفة فين الصح من الغلط تعالي بيقول في تفسير الثبري في تفسير الكورتوفي حاجات المفروض إن إحنا تعلمنا وتعودنا إنها ثوابت وبنحترمها جدا هل هو اللي صح ولا هم اللي صح حضرتك كان لديك برنامج في قناة أساري زمان أنا كنت متابعها كان كويس جدا كنت حضرتك بترد على الحاجات ديت تمام وبتفترها ومع الأستاذ مع الدكتور طعادي هدنالي حاضر دلوقتي ما ديش البرامج دي إحنا مفتقدينها فعلا حاضر اسمحي لأ أشرح لك إنت ده سؤال في الجون زي بقوله كده حناخد الاتصال دوت وبعد إذنكو يعني استنوني شوية كنترول علشان أقدر أرد على سؤال ده خطير جدا معانا منال أنا بيك يا منال أهلا بحضرتك يا دكتور عليك السلام تفضلي تفضلي يا منال أنا معاكي آآ دلوقتي أنا والدي لسه متوفي دعاله خمس أيام رحمة الله علي الله يشد حيلك يا بنت آآ لي زوجة مرأة يعني لي زوجة مرأة أب أنا والدتي متوفية آآ فإحنا إدناها حقاها الشرع الكامل نعم فبترجع بتطالب بتطلبنا بالآآ المؤخر الصداق بتاعها آآ تمام فعايز أشوف هل هي لها حق فعلا في مؤخر الصداق تمام ولا لأ حاضر عشان بس تنريح أبونا في آآ أبره يعني مانا يا شيء بنتي رباني أكرمكم مبارك فيهم شكرا جزيلا لك الحقي طبعا الرد على منال الحقي حالا بعد المكالمة دي اتصل بيها ولينا تعالي خد مؤخر الصداق مؤخر الصداق ده أخطر دين أعنف دين يعني أكبر دين الدين اللي بيحبس الميت في قبره الدين اللي بيود في دهية الدين اللي بيعزب صاحبه الدين اللي ما فيوش تهون فيه الدين اللي ما احمي من مين من ربنا بنفسه تخيل حضرتك لو انت عرفت واحد مديون واللي دا والمديون دوت الدائن دوت اللي بيحمي فلوسه مين أخوه وكين نيابة مثلا أو أخوه رئيس محكمة أو أخوه رئيس محكمة الجنايات أو أخوه وزير العدل أو أخوه رئيس الدولة طب أنا عاوز أقولك بقى لو الدين دا اللي بيحميه ربنا بنفسه مش رئيس الدولة ولا الوزير ولا الغفير ولا وكين نيابة دين مؤخر الصداء بتاع ستاتكم يا رجالة ياللي سمعيني وشايفيني مؤخر الصداء دوت أخطر أنواع الديون اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي مش هيدفعه حيقطع مصارينه والله العظيم مش كلام أنا ربنا يقول وقاتوا النساء صدوقاتهن نحلة نحلة يعني عطية يدا بيد وقاتوا النساء صدوقاتهن نحلة نحلة فانطبنا لكم عن شيء منه نفسا يعني ربنا مش بينصح إن الستة تتنازع عن مهرها لكن لو ها اخد جزء كده يتلخد كده نفحة يعني ها ساعتها بس فكلوه اللي هو الجزء فانطبنا لكم عن شيء منه اللي هو الجزء اللي اللي الستة تنازلت عنه هو ده بس اللي ربنا وصفه قال فكلوه هنيئا مريئة يعني لو واحد كالفلوس مراته بتاعت مؤخر الصداق وانتو سمعيني مؤخر الصداق يعني المهر المهر يعني صداق والصداق يعني المهر لاتنين مصطلحين بمعنى واحد الصداق يعني مهر والمهر يعني الصداق تمام لو واحد ما دفعش مهر مراته حتتقطع مصارينه أظنني واضحة هي المريء مريئا عارف المريئا يعني يسهل هضمه إنما لو ده ربنا اللي قال فانطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يبقى لازم تدفع مؤخر الصداق لذلك بنكتب في قسمة الجواز يا محترمين لأقرب الأجلين إحنا تعودنا إن إحنا نقول المهر مثلا عشر تلاف جنيه ومية بندفع المية كاش علشان مع الراجل معهوش فلوس بنقوله إيه دفع المهر بعدين الرجالة فهموا إن كلمة بعدين شافطة لهطة إنه مفيش حاجة تدفع والست بتبقى مستغرابة بتضحك يد الكسوف أنا بقالي معجوم بوكم تمانين سنة حاخد منه مهر آه ده حق ربنا اللي بيحميه مفيهوش إزهار مفيهوش مزاح أبوها ما يخدوش مش أبو العروسة اللي ياخد ده المهر ده حق الست مش مقابل شيء يقولك ما إحنا خدنا المهر عملنا لها بيه عفش طبعا ده نوع من التجاوز في المجتمع إنما العفش ده لازم تكتب بيه أيمة علشان العفش دوت يعني مهراها فلوسها بتاعتها مفيهوش هزار في الكلام طب لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق يعني يعني لو طلق أو حصل فراق طلاق لازم حالا في مجلس العقد حالا فورا الزوج يدفع مؤخر الصداق ده مبدئيا ده أتكلمش بقى على نفخات أنا بتكلم على مؤخر الصداق اللي موجود في الأسيمة طيب افرد الزوج مات وما دفعش مؤخر الصداق زي الحالة اللي بتاعت الصاحبة السؤال اللي الأخت الكريمة منال يبقى لازم يدد قبل تقسيم التاركة قبل تقسيم التاركة قبل تقسيم التاركة قبل ما يتصلى عليه صلاة الجنازة يا حجة انت ليك عندنا كذا احنا ملتزمين بيه خلاص خلصت القصة الا الرجل بحيتبهدل يا جماعة الرجل الاي ميت حيتبهدل في قبره يبقى لازم ان احنا قبل تقسيم التاركة بنقول للستة الزوجة اللي عايشها دي تفضلي مؤخر الصداق ده ملوش دعوه بالمواريس يعني هي الستة دخلة في المراس تاني بس المهم مؤخر الصداق ده يتفصل وتاخده كده او واحد من ولاده يلتزم بيه قولها عندي مؤخر الصداق فرقاب تانا يا امه فرقاب تانا خلاص خلصت القصة واضحة واضحة تبفرد العكس لو الزوجة هي اللي ماتت اسحالي بقى وركز وصلى على الحبيب النبي عليه الصلاة هل صليت على النبي اليوم؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله افرد بقى الزوجة هي اللي ماتت وماخدتش مؤخر الصداق قبل ما نقسم تركتها بناخد من الزوج اللي عايش مبلغ مؤخر الصداق نضيفه للتاركة بتاعت المرحومة يبقى التاركة بتاعت المرحومة قبل ما تتوزع بياخد لانها بقى المال ده ملك الورصة بيتضاف للتاركة فانا بقول لصاحبة السؤال اللي على الهوى دوت لو سمحتي ادوها فلوسها فورا وانقذوا ابوكم الله يرحموا ويحصل اليه عبير بتتكلم عن مناهج الازهر جماعة بقى اخدوا بالكم وركزوا معايا انتو حضراتكم سمعتوا على حاجة اسناها تراص تراص التراص ده يعني ايه؟ يعني ما كتبهوا الاسبقون اللي هو الميراص اللي ورسناه منهم وذكر في القرآن نصر في سورة اسمها سورة الفجر سورة الفجر دي ربنا يقول ايه؟ كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراصة اكلا لما وتحبون المال حبا جمي فعبر عن التراص عن الميراص بالتراص يعني اللي انت جالك من اللي قبل كده يبقى التراص ده شيء موجود اه موجود ما اخدناه من اللي سابق سابق محدش ابدا قال ان احنا ناخد التراص بعبله محدش قال ان احنا ناخد التراص بعبله هه؟ محدش قال كده محدش قال ان احنا ناخد التراص هو ده الكلام ده لا محدش قال كده واللي يقول كده يبقى مجنون واللي يقول كده يبقى مختل عقلياً كده تراص بعبله دي لا له ما له وعليه ما عليه ننقل اللي ناسبنا ونتخر على جنب اللي ما ناسبناش الفتاوى التي تناسب عصرهم وزمانهم وقتهم وظرفهم تخصهم الله يرحمهم ويحسن إليهم أهم عرفوا يعملوا حاجة إنما إحنا لازم إن إحنا نحترم التراص نعترب التراص نبني على التراص نجدد في مفاهيم التراص ده الكلام إنما نمسك التراص نرميه في صفحة الزبالة يبقى إحنا أمة لقيطة وهو أنت لما تقابل ولد إنت أهلك مين يا abn يقولك أنا مليش أهل يبقى إيه لقيت ولو جبت أي واحد تقوله إنت تراصك إيه يا abn يقولك أنا مليش تراص أنا رميته في الزبالة على رأي فلان الفلاني إنسكوا التراص بتحكروا مو في الزبالة إحنا لازم نتخلص من التراص تخلص من تراص إزاي يعني إيه تتخلص من التراص الأفاند اللي بقول هذا الكلام ما يقدرش يتكلم على تراص السيدة كوكب الشرق ومكلسوب ما يقدرش يقول نتخلص من تراص محمد عبدالوهاب ما نقدرش لا تراص يقول لك لا ازاي بقى يقدر ده أنا فاكر من حواري بتاع عشر سنين كده ولا خمستاشر سنة مش فاكر أنا من التاريخ يا يمكن خمستاشر سنة مجلس الشعب هو جا نار قامد ايه في ايه قال لك أصلي فيه عضو لأ من العضاء يعني لقى انه ألف ليلة وليلة كتاب ألف ليلة وليلة الله يفاكرها والكبار في السن اللي زحلتي كده منكم عارفيني القصة دي لقوا ان فيها كلام جنسي احوال جنسية ومواقع او حاجات جنسية في القصة في الرواية ودعيب ولابد من تنقيق والهيئة المصرية للكتاب او دار الكتب فيها الكتب دي وطبعة الكتب دي ازاي نطبع حاجات فيها كلام جنسي وهاجة الدنيا هاجة الدنيا طلع المثقفين هم هم اسمعني اسمعني هم هم ألف ليلة وليلة عمل تراصي التراص التراص وإسلاماه وعروبتاه وتراصاه ما نغيرش حاجة في ألف ليلة وليلة ليه لأن ألف ليلة وليلة تراص طب يا جماعة نشيل الحاجات الجنسية قال لك أبدا ما تقربش منه طب هنعمل ليه في الليلة السودة دي قال لك خلاص خليها زي ما هي ومات الموضوع وانتهى وحفظ في المضابط وتثابت ألف ليلة وليلة ليه علشان تراص تقوم انت تسيب تراص المكلسوم وتراص محمد عبد الوهاب وتراص ألف ليلة وليلة ومش عاوز وعاوز تلعب في التراص الإسلامي ده كلام أنا بصراحة كلامي زعل أنا ما قلتش خد الحاجات القذرة اللي موجودة مكتوبة في ألف ليلة وليلة وطبقها عشان تراص حد فينا طالب بتطبيق ألف ليلة وليلة فرح راضد علي واحد أو مزيعة أو معا قال لك لا بس دي كتب احنا ما بناخدش منها سلوك ولا انضباط ديني نقول له طب تعالى عاوز بها سلوك وانضباط وانضباط ديني قوي 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 يعني كتاب الطب لابن سينة كتاب الطب لابن سينة ها قولي بتقدر تطبق كتاب الطب لابن سينة اهو طبه حياة البني آدم حياة البني آدم متوقفة عليه مش هقولك فتوى اهو طب حاجة مصوفة طب تسمع بقى علاج المصارين في كتاب الطب لابن سينة بالفلاوزج ها علاج الطب علاج المصارين في كتاب الطب لابن سينة ابن سينة اي الكلام ده اقروا كتب ابن سينة ها وكتب ابقرات ابقرات في الطب ومعرفش ايه وكتب التراصية بتاعت الطب اللي عملناها در المخطوطات وكتب محققة وموجودة في المكتبات كلها عشان بس الناس المهتمية بالنحة العلمية عارفة كلامي ده وكتب الاقربازات اللي هي الخاصة بالعلاجات والادوية الخاصة بالعلاجات والادوية حكاية معقدة في منتهى التعقيد انا بقول لكم ها كتب ومنتهى التعقيد اخويا لي اخ اكبر ما شاء الله عليه يعني في الصيدلة ومعا الدكتوراه في الكيمياء وكيل كلية الصيدلة عمل ايه حضرتكم محقق تلت تربع كتب المخطوطات بتاعت الادوية وبتاعت الطب اللي هي كانت بقالها الف سنة غير تهلك من الدحك تهلك من الدحك وصفهم للامراض ها ده بدي كتب تراص تقدر تلعب فيها تقدر تقول لا 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 اعوذ بالله مين اللي هي نار ده يقدر يتعالج بكتاب ابن سينة ما حرقتهاش ليه ما امرتش الناس يحطوه في صفاحة الزبالة ليه ده علم الناس دي شئيت وتعبت وعلمت وعلمتنا كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع كتاب الاختيار لتعليل المختار كتاب اقرب المسالك لفقه الامام مالك كتاب الروض المربع على شرح زاد المستقنع دي كتب علم انتو بتتكلموا على علم احنا قعدنا في الازهر طوال حياتنا ما تخرجش مننا باستثناء السنتين الاخارة تاني اللي حصل ان الاخوان اخترقوا الازهر خلينا نتكلم بواقعية والمشيخة مكتزة بالاخوانجية وهيئة كبار العلماء مكتزة بالاخوانجية دي مش شغلتنا احنا مناش دعوة ربنا يهديهم وهم يصلحوا نفسيهم انما قبل السنتين دول كان الازهر ما احنا كلنا تخرجنا في الازهر ما طلعش مننا متطرفين حتقولي لا 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 زاي في عمر عبد الرحمن في يعني واحد ولا اتنين ولا تلاتة في وسط الجيوش اللي طلعت في الازهر طب ما احنا طلعنا كلنا اتربينا على كتاب الاقناع وكتاب واسدزة الازهر المتان مش بتكلم على السكة بقى اللي راح يبايع ويبوس ايد شيخ ولا مرشد ولا بتاع لا احنا بنتكلم على الاسدزة اللي مش سكة اللي ما لهمش انتماء الا لله ورسوله وللبلد دي ما عندهمش اي انتماءات تانية الناس دي هتلا تلعوا ارهابيين ولا الكتب دي لو واحد دماغنا ولا حصلينها حاجة امال الكتب دي بيدرسوها في الازهر ليه يا جماعة الكتب دي اسمه الفقه الافتراضي الفقه الافتراضي دوت بيدربوا الطالب على كل احوال ولذلك تلقى الفتوى بيقصوها من صياقها لو انت قابلت مسيحي في الصحراء كله قبل ما وترك الصلاة جوز اكله كلام ده كله فقه افتراضي بيتقال على سبيل التدريب للطلاب مش الافتاء بدليل انه ما فيش ازهاري افتا بيه يعني انا زعلان جدا 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 الناس اللي حاولوا انه هما يصلحوا المناهج بانه ميشيروا فقارات من الكتب دي يا اخوانا ادي هامش واشرح قوله ايها الطالب النجيب مع انه الطالب عارف النجيب عارف الكلام ده اصلا اي طالب عارف الكلام ده المفروض يعني وهو ده الواقع مستوى التدريس قل ولا انخفض قضية تانية انما الفقه الافتراضي ده وظيفته ايه انه دربك على فرضيات لم تكن موجودة اذكر انه انا وانا بدرس كتاب الاقناع للشربيني بتاع وانا كنت شافعي المذهب انه الامام الشافع قالك ايه حيوان امه سعلبة وابوه كلب هل يجوزوا لانتفاعه بفرائه الكلام ده واحنا طلبة ايه 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 راح ندحكين فالشيخ قالي اولاد ده الفرضيات كلها فخلاص فيهننا وانتهت القصر النهاردة يا اخويا عملوا الاستنساخ ولقينا ان اللي قالوا الشربيني الشيخ الشربيني الله يرحمه من مئات السنين ام من عشرات السنين النهاردة هو هو اللي بيتطبق دلوقتي الاستنساخ يجيبوا معرفش ايه جينات من هنا يحطوها على حيوان من هنا ويعملوا حيوان من ايه وهيصة كل حاجة بتتطور وكل حاجة بتتغير المهم الطالب طالع نبيه فهم كل فرضيات المسائل ياخذ ربنا اللي هو ربنا اللي هو ربنا حطلك فرضية لو كان هناك ابن ربنا اقولك ايه تاني قل لو كان ان كان الرحمة لي ولد فانا اول العابدي يا دي فرضية تتقال هو معقول ان ربنا له ولد لا لا شيلوا الاية دي بقى من المصحف هو ربنا له ولد معرفش ايه دي ربنا حط فرضية لو كان معاه لا تاني قل لو كان فيهما آلهة الا الله لا فسادات دي فرضية اني لو حصل اني كده فرضية ده القرآن حط فرضية انه هو غلط لا فرضية لو افترضنا يعني لو اجزامبل يعني احتمال مثال يروح ايه لك القرآن صراحة كده اه وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين بقى القرآن عنده احتمال ان احنا نكون في ضلال مبين حد يقول الكلام ده العقل فالتراث الازهر ما لكمش ارفعوا ايديكم عن الازهر اللي مش ازهاري يمتنع عارف اللي بيبيع اللي بيبيع عقار يقول لك الوسطاء يمتنعون ارفعوا ايديكم عن الازهر الازهر قادرة باصلاح الازهر من غير الازهرة اللي مش ازهاري مش فاهم حاج واللي بيقول هذا الكلام ما هوش متخصص فاحنا لازم نسمع ونفهم ونقول انه هذا الكلام ده فقه افتراضي وبعدين تعالوا هنا طلبة الطب بيدرسه الاعضاء الجنسية ولا ما بيدرسوش سؤال بسأله لكم الطالب اللي في الطب لازم يدرس عمل الجهاز التناسولي للرجل والمرأة بالتفصيل وبالفحص وبالمعاينة ولا لا ييجي واحد بقى يقولك ايه شايفين ولادنا في الطب بيدرسو ايه بيدرسو سيكس يا حضرات لاي لاي لا لا وييجي بقى يقولك ده لا مش انت اللي حتنضف لنا تراصنا التخلص من التراص جريمة التقاط انتو بتحولونا الى لقطاء ابقوا المناهج والتراص زي ما هي حطوا تعليقات حطوا حواشي حطوا هوامش بينوا للناس اعملوا لانتو عوزينه قولوا اللي انتو عوزينه انما اقول لكم بقى التراص ده كله فاسد ما فيش حاجة ترسمى واحد يقول لنا كده على الهواء واحد يقول ان البخاري كان مدلس واساء للدين واحد يقول ان الامام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه انا عاوز اقول لكم ابن تيمية ده اللي انقذ مصر خدوا مني الهدية دي لو لا فتاوى ابن تيمية كان تسعين في المية من احوالنا في مصر ارتبكت ابن تيمية اللي قفت بفتاوى خالفة الائمة الاربعة احنا بنعمل بيها الائمة الاربعة للاستاذ اللي مش عارف والاسدزة اللي مش عارفين الائمة الاربعة بيقولوا ان شهادة المسلم على المسلم لا تجوز يلا تقدروا تطبقوا كلام ده في جمهورية مصر العربية اللي جعل المواطنة هي اساس التعامل بين الناس وان المواطنين امام القانون سواء يعني مسيحي ولا مسلم احنا امام القانون سواء الفقهاء الاربعة بيقول لك لا المسيحي ما شادش على المسلم جي ابن تيمية قال لك لا المسيحي يشهد على مصر ابن تيمية اللي أنقذ كل بيت في مصر اللي يقول لمراته انت طالق لو خرقت طالق لو دخلت طالق لو كلت طالق لو رحت لأمك ولا لأبوكي على المزاهب الأربعة بتبقى طالق لو عملت كده ابن تيمية قال لك لا ده القصد منه الحس على فعل شيء أو على ترك شيء خالف الأئمة الأربعة وآخذت محكمة الأحوال الشخصية بكلام ابن تيمية وقالوا لابن تيمية كانت كل بيوت المسلمين خربت النهاردة أني ما فيش رجل ما ألهاش لمراته ابن تيمية رحمة الله عليه اللي له فتاوى أنتوا مش عارفين هو أنت بتاخد كلام ابن تيمية في عصر التطار في مكافحة الإرهاب في وقته هو حر يعني إذا كانت لنا فتوى النهاردة بحظر التجول في وقت إن الأوقات يقدر واحد بعد 200 سنة يقول لك لقد أفتأ شيوخ في مصر سنة كذا بحظر التجول يا جماعة تقو الله في تراصنا اتقوا الله في ديننا الإسلام مش كده وبعدين ما تقتلوش الخصوصية بتاعة كل دين ما تقتلوش الخصوصية أنا مش عاوز ابني يربيه أسيس ومش عاوز المسيحي يربيه شيخ أنا عاوز الأسيس يربي الولد المسيحي عشان يطلع مسيحي مخلص وعاوز الولد المسلم يربيه شيخ مخلص فيطلع مسلم مخلص والمسيح يعلم الولد الأسيس يعلم الولد المسيحي محبة المسلم والشيخ يعلم الولد المسلم محبة الأسيس والمسيحي هو ده اللي احنا عاوزين نتربع عليه نتربع على حب بلدنا وحب وطننا انما انا مش عاوز الولد المسيحي يتحول الى مسلم ولا الولد المسلم يتحول الى مسيحي انا مش قصدي ده خالص انا قصدي ان يبقى فيه خصوصية يبقى معروف اني انا مؤمن بديني وده مؤمن بدينه إنما نخليها صالة يا جدعان نخليها صالة ده أنت في بيتك عامل أكرة وباب عشان تفصل عن أسرتك وأسرة اللي جنبك مش معنى كده أنك بتحتقر جيرانك ولا بتشتم جيرانك ولا عاوز تقتل جيرانك إنما ده اسمها الخصوصية البرايفسي البرايفسي لازم أفيه خصوصية بينك وبين جيرانك وبين جيرانك وبينك وهي دي الأديان المسيحي مسيحي والمسلم مسلم واليهودي يهودي إنما ما نسمحش لا باعتداء ولا بكرهية ولا بعنف اللهم احفظ مصر واحفظ تراث الإسلام والمسلمين واحفظ الأزهر وتراث الأزهريين عن العابسين والعابسات واجعل بلدنا سخاءا رخاءا برحمته غفر الله لي ولكم وصلى الله على إمامنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحية مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر